اشتركوا في القناة وعلاوات مميزة للداو جونز في آخر الجلسات نتحدث عن 32 ألف نقطة لكن في المقابل الناس ذاك يتراجع كيف نفسر ذلك وما هي توقعات الأسواق في المرحلة المقبلة لنا؟ نعم بالنسبة كما ذكرت مؤشر الناس ذاك متراجع بأكثر من 2% في جلسة أمس متراجعين من القمة التي وصلناها في ببراير 10.6% وكل شيء أعلى من 10% يعني يعد أنه دخل مرحلة التصحيح بالنسبة لمؤشر الداون جونز عم بيحقق مستويات عالية هناك التحول من أسهم التكنولوجيا إلى الأسهم الدورية الأسهم ذات القيمة يعني ماذا تعني ذلك؟ أنه الأسهم ذات القيمة هي الأسهم التي توجه نحو الأسهم المكررات الربحية أقل توزيعاتها النقدية أكبر من الأسعار أكبر ما يمكن يعني مقارنة بالأسعار السوقية فبالتالي هذا أدى إلى التحول إلى الأسهم الدورية والمؤشر الدون جونز عم بيرتفع بسبب نمو قطاع الصناعات التحويلية التفاؤل بالتعافي الاقتصادي خلال العام المقبل عام 2021 فبالتالي أتوقع أنه الضغط على مؤشر التكنولوجيا ومؤشر نازدك وخصوصا أنه أسهم تضخمت أسعار بعض الأسهم إذا ذكرنا أبل، مايكروسوفت، أمازون تضخمت أسعارها وبالتالي هذا أدى أنه بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يعني نحن منذ الجائحة الطيب ارتفعنا تقريبا 105% منذ مارس فبالتالي بعد الأسعار التضخمية الوصلنا لها يعني لا نستبعد أنه عمليات التصحيح والاستبرار في الضغط على مؤشر نازدك بالمقارنة مع مؤشر دون جونز رح بسبب التحول للأسهم القيمة وأيضا حزمة التحفيز الأمريكية وإقرار أمس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فهذا بيأدي إلى أنه التوقعات لارتفاع مؤشر دون جونز جيد جيد شكرا على هذه الإجابة ودعونا ننتقل إلى العملات وتحديدا اليورو دولار ونلحظ تراجع واضح لليورو مقابل الدولار يعني هل مرده إلى قوة الدولار أبعا هناك أسباب أخرى وكيف نقرأ حركة هذا الزوج في ظل قراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو طبعا ستظهر بيانات القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي المتوقع أنه يحقق إنكماش ب0.16% حتى لو كانت القيمة إيجابة أنه كانت المراجعة إيجابة لكن الإنكماش الحصل في منطقة اليورو في الربع الرابع خلال عام 2020 عم نشوف التراجعات كانت الإنكماش بنسبة 5% إذا قارناه بنمو في البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية كندا الصين اليابان هناك كان نمو تحقق إلى الربع الرابع من العام الماضي فبالتالي نتيجة طبعا الإغلاقات التي حصلت في منطقة اليورو عم تأثر على النمو إذا نظرنا إلى اليورو مقابل الجنيه الإسترليني يعني نشوف أنه الضغط على الجنيه الإسترليني عم بيرتفع مقابل اليورو بسبب أنه عدة عوامل أنه الإجراءات التي سوتها بريطانيا والتوقعات بالنمو بالتعافي الاقتصادي في بريطانيا عم بيزعم الجنيه الإسترليني مقابل أنه في منطقة اليورو مش عم نشوفها الإيجابية أو البيانات الإيجابية ولا عم نشوف الإيش اللي صار بيعمل حملات التطعيم مقارنة بمنطقة اليورو بالتالي التوقعات لكن اليورو ما كان الأداء الأسوأ بالعام يعني إذا قارنناه بالعملات الأخرى مثل اليين الياباني مثل الفرنجل السويسلي لكن التوقعات بارتفاع عوائز سندات الخزان الأمريكية هو أهم سبب الفارق بين عوائز سندات الخزان الأمريكية وأيضا السندات الأوروبية هو اللي عم بيرتفع بالتالي عم ينصب لصالح السندات الأمريكية وبالتالي عم بيخلي اليورو تحت الضغط وعم بيرتفع الدولار الأمريكي لا أستبع تدبذب نتيجة أسعار الصرف للدولار الأمريكي فهي قصة الدولار الأمريكي ومتوقع أنه نصل لـ 1.17 1.18 1.17 لليورو جيد 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 تعيني أعري على النفط باعتباره مهم يعني وبدأ يسجل انحسار وتراجع كما تشاهدي يعني هل وصل إلى الحد الذي من المفترض أن يتراجع فيه؟ نعم بالنسبة لأسعار النفط يعني كل الأخبار أمس كانت عن هالهجمات على أرامكو فبالتالي يأثر على أنه وصلت أسعار النفط بشكل آني إلى ارتفاعات اخترق المستويات الـ 1.77 دولار ثم تراجعنا زائد أنه الأخبار الإيجابية اللي كانت بتثبيت مستويات الإنتاج من قبل أوبيك بلس والتخفيضات الطوعية من مليون برميل يومية كانت قبلها تنصب لصالح أسعار النفط لو ننسى حزمة التحفيز الأمريكية التي سوف يتم إقرارها سوف أيضا ستحسن من الطلب العالمي على النفط والتالي رح نشوف انخفاض في المخزونات الأمريكية بالتالي هذا رح يضع أسعار النفط لا استبعد أنه الصعود لـ 70 دولار الخام الأمريكي الخفيف 75 دولار لبرينت لكن بعض الضغوطات الهابطة خلال هذا الأسبوع ربما سنشهدها أيضا يعني بعد الارتفاعات اللي عم نصلها وأيضا إذا كان بعد ذلك ضغوطات من قبل الهند بما أنها دول مستهلكة على أوبيك بلس أنه تخلي أنه بيرفع الإنتاج فهذا بالتالي رح يعمل بعض الضغوطات على أسعار النفط أنا أشكرك محدثتي وضيفتي هنا في الستوديو سيدة لينا قنع وأنت محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب شكرا لوجودك شكرا على شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة